عمن أدركه شهر رمضان وهو مريض على اتراج واستشار القبيل في قضية الصوم فقال إن الصيام لا يؤثر عليه ولا يؤخر شفاء بإذن الله فما هو توليكم شيخ صالح؟ هل يلتجد بكلام القبيل؟ أم يصد؟ أم تنصحونه بالإفطار؟ جزائكم الله خيرا الله محمد ورحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وشحبه أجمعه وبعد يقول الله تعالى أن يساعد منكم السهر فليصم ومن ثالث مريضا أو على سفر فعبة من أيام محر اميد الله لكم بسرق ولا يميد لكم الأسر ويتكرر الإنس ويكبر الله على ما عداكم ولعلكم تسكرون والمرض الذي يبيح الإفطار في نهاب رمضان هو المرض الذي يسوق على المسلم الصيام معه مشقة ظاهرة أو يؤثر البرء أو يباعد المرض مداما من الطبيقة المرأة حتى لأن السيام لا يؤثر وليس له مضاعفات على المرض إنه يجب عليك أن تسهول لأن هذا ليس من المرض الذي يبيح الإفطار مداما عنه لا يؤثر عليك ولا يباعد المرض عليك ولا يؤثر البرء ولا يشوق عليك مشقة شديدة إنه يجب عليك السيام جزاكم الله وخيرا وحصنا إليكم